في عالم الساموراي حيث مهارة السيف هي أهم حاجة في حياتك والإعدام بضربة واحدة بالسيف هو النهاية بالنسبة لك ومن هنا تبدأ قصتنا مع جابيمارو بطل القصة واللي من عشيرة الشينوبي بس صاحبنا أصلاً كان هارب من القرية بتاعته ولكن الصدمة بيتم القبض عليه والحكم عليه بالإعدام كمان لو بالسيف يا خبر من البداية كده يا ترى إلا هيحصلوا بدون نطول عليك يا صاحبي يلا كده خلنا نطلق لاتس كو بعد ما تم حكم الإعدام على جابيمارو وكلهم فرحانين مستنيين موتوا يا ساتر إيش الحق ده يا جماعة بس الجلاد بقول له ها هل لديك أي كلمات أخيرة جابيمارو بقول له لا بس على طول نزل ضرب بالسيف مش راحم فجأة السيف تكسر الكل نصدم إزاي ده سيف قاتل إزاي ما أطعش رأبته بس أصلا جابيمارو كان غرقان في بحر من التفكير ليه لأ ليه مش عارف أموت أنا أستحق الهلاك وده عشان جابيمارو أتى العدد لا يحصى من البشر وفي الأخير بيتم سجنه عشان يجهزه طريقة تانية لإعدام بيها يا مدى ساجري وهي دي المراقبة المسؤولة عن جابيمارو ساجري بتقول له بما إنك شينوبي أكيد درست فن القتل وإنت لسه فس فس وبالنسبة لتدريب الشينوبي أغلبهم يموتوا في التدريب ولكن اللي بينجح منهم بيبقى جامد فشخ وبتقول له أكيد أنت نجحت في اختبار الشينوبي عشان كده السيف ما يقدرش يقطعك جابيمارو بقول لها أكيد أكيد طبعا للتعبنين دول عمرهم ما يقدروا علي أو حتى يخدشوني وده كله وأنا لسه ما استخدمتش النجيتسو بتاعي الساجري بتقول له بتحرف تستخدم النجيتسو ممكن توريني جابيمارو بقول لها لا تاني يوم بيحضروا خشب وأش عشان يعملوا منه شويرما يشوه حرفيا أبو شفايف بيتعصب يلا احرقوه افشخوه اشووه أي حاجة وصاحبنا ولا همه أصلا والإعدام بالحرق من أصعب الأمور أساسا عشان النار بتحرق الجلد واللحم يا سلام أنا فكرت النار بتجمد الجلد واللحم يعني وبتسبب ألم لا يوصف وبيموت الشخص ولو فضل عايش بيموت من الدخان كمان يعني ميت ميت من الآخر بس في الأغلب أصلا بيقتروا الضحية قبل ما يولعوا فيها أساسا وفعلا بيحاولوا يغزو بالرماع بس الرمح بتتكسر فبيضطروا يحرقوه في الآخر حي بس الصدمة جابيمارو ببصلهم بكل رعب وهو في النار صلعون متعصب فشخ الودة عنده صبح أرواح ولا ايه حد يعمل حاجة بيضطروا يزيونو تاني جابيمارو بقول لها ساجري أنا مش بقاوم أساسا ياريت لو توتلوني وخلاص يعني عشان أخلص من الدنيا ساجري بترد عليه مش مهم مش فرقة معايا أنا مهمتي إني أهتم بشغلي وخلاص وهو إني أسجل معلومات عنك وبس ويحكيلي كده عن ماضي جابيمارو بقول لها طيب هحل عليك وأقول لك كل حاجة لما كنت طفل أهلي قتلوا على يد زعيم القرية وما كنتش عارف السبب بس مش فرقة معايا ما كانش عندي أي مشاعر ليهم أصلا يا ساتر يا دمعه هو دابر الوالدين والشنوبي ما عندهمش أي أحلام مجرد مرتزقة بيقتلوا وقت الطلب أي حاجة كده بيعملوا اللي بيطلب منهم وخلاص ساجري بتسأله طب ليه اطبط عليك بيرد عليها عشان حاول تهرب من القرية والزعيم بلغ عني ومسكوني في الآخر عشان مش مسموح للشنوبي انهم يخلعوا خالص سجن حرفيا ساجري بتقول له طب ليه حاول تهرب أساسا قابي مارو مش بيرد عليها تاني يوم بيحاول يعدموه بطريقة الفشخ نصين أيوه زي ما سمعت كده بيربطوا رجلي بحبل وكل رجل بتطربت في تور وكل تور بيتحرك في اتجاه وفعلا بيقسموا نصين بس قابي مارو بيشد رجلي وبيقتلهم بسهولة صلعون هينفجر من الغضب لا لا كده حرام سمعت ناضح في الأرض ساجري بتقول له قابي مارو طب مدام انت عايز تموت ليش بتقاوم من الأساس أين المنطق أما انت انسان غريب يا أخي بتقول له طب رد علي رد على سؤالي دلوقتي ليه هارب من القرية قابي مارو بيحكي لها أنا كنت واحد من أقوى الشنوبي في القرية واعترف بيا الزعيم وجوزني بنته كمان وبنته كانت غلبانة وعبيطة على الآخر كل يوم بتقول لي اجلع الشب شب وانت داخل روح صلي شوية يا هي الإيمان وبتقول له لازم ندعي قبل الأكل ومش عارف ايه وانا مش بتاع الكلام ده خالص في الأخي روحت للزعيم وولت له انا مش عايزها يا عم ابعدها عني بس الزعيم قال لي بص انا عايز هناك خدمة واحدة خدمة أخيرة وللأسف كان فخ منه وجو بي مارو وقع فيه وبسجنوه مرة تانية ساجري بتروح له وتكلمه تاني واحد من الحراس بقول لها مش لازم تدخلي أكتر من كده انت مش عارفة مين ده ده جابي مارو ده هاني الملقب بقاتل الشياطين وقتل عشرين واحد قبل كده لما حاول يمسكوه وهقول لك على معلومة سرية اعتقد انهم بياخدوا اكسيل الخلود اللي بيجي من جزيرة الخلود وبقول لها احسن لك تبعدي عنه ده خطر ساجري بترد عليه طب ليه واحد عايز يموت بيقاوم أساسا وبيقتل عشرين واحد كمان بالطريقة دي نرجع لجابي مارو وهو محتار هوانا ليه بقاوم مش المفروض اموت انا ما عنديش اي سبب للحياة بكرة لازم استسلم وموت وفعلا ثاني يوم بيحاولوا يعدموه بالزيت المغلي ولكن الصدمة بيخرج من الزيت ولا كأن في اي حاجة حصلت سالعون بقولوا يا عمر حمري يا عمر ما تخلص ويتموت شا عايز يموت بتصرب عمز البرس تعبتنا يا اخي معاك ساجري بتقول له التجهيزات خلصت وفعلا بياخدوه لما كان غريب تحت الارض وبيقابل ساجري بس كانت مسكة سيف وجاهزة جابي مارو بقول هو في ايه مش انت المراقبة وبتجميع معلومات بس بس الصالعون بقول له لا دي الجلادة من عشيرة يمدا وعشيرة يمدا هي احسن عشيرة في الاعدهم جابي مارو مصدوم عشيرة يمدا وبنت كمان ساجري بترد عليه اه والشوغن كلفني بكده وكلفني ان اقطع رأسك فجأة جابي مارو بحس ان ناسه طارت وبيخف فشخ وبيكسر السلسلة ساجري بترد عليه بسرعة رهيبة بس جابي مارو بيتفداها في اخر اللحظة وبتهدمه مرة تانية وبيفضل يتفداها ويتفات كل ضرباتها بتقول له مش انت كنت عايز تموت الياش عامل زي الصور صار دلوقتي بتقول له كل المجرمين بيبقوا كدبين في الاول بس انت كنت الصادق مع عادة انك كذبت كتبة صغيرة وهي انك بتكره مراتك وفي الحقيقة هي السبب الوحيد انك بتقام دلوقتي وبتحاول تعيش عشانها صح ولا ايه وفعلا كانت في حالة جوة جابي مارو بتتغير كل ما بيرجع البيت وبشوف مراته وبيبدأ يحب الحياة واحدة وراءة تانية جابي مارو بيقول لامراته انا مجرد قاتل وما استحقش ان يعيش لاني قتلت ناس كتير مراته بتحضنه بتقول له انت الوحيد اللي شافو الشي قبل كده وما تكلمش عن الجرح بتاعي وبتقول له الرجال في القرية ديه وظيفتهم القتل والنساء وظيفتهم يجيوا عياله بس وابوي عمل للنطبة ديه عشان ما حاولش يعيش حرة خالص وفي يوم من الايام جابي مارو رجع للبيت معه فلوس ولكن جسمه كان مليان دم وحس ان امراته زعلانة منه واخذ القرار انه مشايته لأي حد تاني وفعلا بروح للزعيم وبيطلب منه كده وانه عايز يعيش حياة عادية بدون قتله بدون اي مشاكل وساعتها الزعيم عمله فخ وجابي مارو كان عارف بكده بس ازاي الحمر طلع وراح نعيد الفخ ووجع فيه هتقول ايه بس نرجع للغتال جابي مارو بيتعصب وبيوجب على ساجري بكل قوة بس فجأة ساجري بتطلع ورقة وبتقول له ده عفو رسمي من الشوغن جابي مارو مخصدوم بس لين مش كنت عايزين تموتوني ساجري بتقوله بشرط واحد وهو انك هتيجي معايا للعالم السفلي جابي مارو بيستغب يعني يعني عايزين يموت ولا ايه بالصف ويش العالم السفلي هذا بترد عليه لا 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 دي جزيرة الخلود ودي جزيرة مليان اشكال جميلة وحلويات وهيصة بتقوله ان فيها اكسير للخلود والشوغن بعت فرقة قبل كده عشان يجيبوا حبة منها وده عشان يدوبك الشوغن رجلو القبر يعني هيموت يعني بس بعدها بفترة قارب مجهول بيوصل للعاصمة وكان مليان ورد حلو خالص بس الحراس بيستغربوا بيمسكوا الورد والصدمة الفرقة اللي بعتها الشوغن معمول منها الشورمة متقطعها حرفيا يا ساتر هو الا حصل الشوغن بيعترف مدام حصل كده يبقى اكيد موجود اكسير للخلود والحل اننا هنبعت محاربين محكوم عليهم بالاعدام واللي هيجيب الاكسير هنخليه حر وهنمسح كل الجرائم اللي كانت عليه ساجل بتقوله انا دلوقتي بدور على مرشحين اقوياء ومسكين في الحياة بيديهم واسنانهم بس وانا جاي في الطريق اسمعت ان مراتك لسه في القرية وحبست نفسها ومبتكلمش حد دلوقتي ودلوقتي هسألك تاني ها عايز يجي معاني المهمة دي وتخاطر بحياتك مع مجرمين زيك ولا لا وخلي بالك ده الحل الوحيد قدامك عشان تقابل مراتك تاني فايه موافق ولا ايه الدنيا ابو شفايف بقولهم مستحيل مستحيل اسيبه يمشي من هنا حي لازم يموت ساجل بتقوله ده قرار من الشوغن شوف اللي هيحصل دلوقتي فجأة جابي مارو بيطلع نار مرعبة وبيفشخهم بس بقولها خلاص خلاص انا معاك يلا هندور على الاكسير ها هنبدأ من فين ساجل بتقوله هنروح لجزيرة ايدو الاول جابي مارو بيقولها يا دنيلا ما نروح نجيب الاكسير وخلاص لازم نقعد اللفلف كتير كده ونضيع وقت ساجل بتقوله خلاص اكبر نلغى الاتفاق واقطع كنص هنا جابي مارو بقوله لا 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 خلاص اسمع كلامك وفعلا بينطلقوا لمكان غريب على البحر ساجل بتفكر ماضيها القليم لما كانت صغيرة وفي يوم من الايام شخص كان محكم عليه بالاعدام بترجع عشيرة يامدة انهم يسيبوه في حاله وبيقعد يمدح فيهم بكل الطرق ولكن ابو ساجل مش بيهتم وبيفصل راسه عن جسمه وهي دي اساليب الاعدام اللي موجود عندهم اللي هتكون للمجرمين ساجل مظلوب من المشهد وقالت لازم اتعلم اسلوب العشيرة عشان انا واحدة منهم وفعلا بتبدأ تتمرن كل يوم بس المصيبة دي بتتمرن على البشر يخرب بيت الفجر يا اخي وبتبدأ تقطع فيهم زي السكينة في الحلاوة مأساة قائد العشيرة بيمدح فيها وبيقول لها ما عندك بنت بس عندك قوة رهيبة ولكن الصدمة ساجل كل ما بتنفذ عملية اعدام بتطلع لها اوهام واشكال مرعبة من الناس اللي قتلتهم بس في واحد بيقرب منها وده اسمه ايزن واحد من اقوى السيافين في عشيرة يامدة وبقول لها الخوف ده طبيعي بالنسبالك يعني ومع الوقت لازم تتغلب عليه نرجع لجابي مارو ساجل بتغميه وبتقول هو ده الانسان الوحيد اللي ادرقتله بدون اي خوف او تردد حتى وبيعتم جمع كل المرشحين قدام الشوغن المساعد بقول لهم ده الملك الموقر والحاكم الفرفوش الشوغن العشر تاشر ولازم تفرحوا كلكم انكوا واقفين اصلا قدامه ده تطبيل ما بعتوا تطبيل يا صاحبي وبيقول لهم وظيفتكم دلوقتي ايوها الفشلة انكم تجيبوا اكسير الخلود للشوغن المجرمين عمالين يصيحوا مين الشوغن ده اساسا وليه نسمع كلامه المساعد بقول لهم شيلوا الشوال اللي على دماغكم وفعلا كلهم بشيلوه والصدمة المساعد كان جايبين لهم واحد بس بجسم غريب فيه ورد طالع منه الكل مصدوم المساعد بقول لهم ده المحارب الوحيد اللي رجع حي من جزيرة الخلود وبعد ما رجع بكم يوم بدأ يهلوز جامد ويقول حاجات غريبة وجسمه بيتغير والصدمة للكل خرج من جسمه ورد غريب كمان وزي ما انتم شايفين كده ما بقاش اصلا انسان عادي ما بقاش انسان اصلا المجرمين عمالين يسسوحوا لا لا مستحيني الروح الجزيرة دي انتم عايزين تموتونة ولا ايه واحد منهم بقول لهم لا يا لا يا جماعة انا مش بتاع الكلام الفاضي ده خلينا روح من هنا المساعد بعيط بقول له بقول له ياخ انت هتروح الجنة ويخرج من جسمك ورده وحلويات مش شايفين كمية الكرم بتاعت الشوغن كيف يعني هيروح الجنة صاحبنا ده في الجنة دلوقتي ها في الجنة يعني طلصاب يلا وبقول لهم اهم حاجة اللي هيجيب الاكسير هيتم العفو عنه عفو رسمي وعن كل اعماله وهنديله شهادة كمان يا سلام عليك فنعه التانية سجل غرقانة في التفكير وعمالة تحلل بيانات المجرمين واولهم تين اللي قتل تلاتين واحد الفاجر واحدة من المجرمين بتسأل هو انت جابي مارو قاتل الشياطين وجابي مارو اصلا امطناشها مش مديها اي اهتمام خالص اسطورة بس بتقول له انت خيب ضني كنت فكرة قوي وعملاق بس يطلع تعيل وجسمك فسفس تعبان يعني واحد من المجرمين بقول له مساعد الشوغن طب ازاي عرفتوا ان في اكسير اصلا على الجزيرة مدام ما فيش اي حد رجع اساسا والدليل من الاساس المساعد بقول له بص من الاخر كده لو مش عاد بك ما تروحش الموضوع سهل وبسيط وفعلا واحد منهم بقول لهم طيب خلاص تمام ويالله طريق السلامة انا ماشي وبيمشي فعلا بس ايزن بيفسر راسه عن جسمه بسرعة رهيبة الكل مصدوم والمساعد بقول لهم اه نسيت اقول لكم دول عشيرة ياما ده وهيكون المسؤولين عنوكو في الجزيرة دي واي حد هشاغل دماغه ويحاول يهرب هيلائي راسه بتحضر النجيلة ولو قتلت المرائب بتاعك برضو هتفشخ حتى لو كملت المهمة يعني يعني من الاخر كده انت كده كده ميت فما تحاولش يعني فجأة الشوجن بقول له المساعد قرب مني قرب وبيهمس له كم كلمة كده والمساعد بقول لهم صحيح مش هينفع ان اخدكو كلكم عشان عددكو كبير والجلدين يا دوبك على الاد ولازم نقال العدد بتاعكو الكل مستغرب اصداكي يعني بالكلام ده فجأ واحد من المرشحين واسمه بيخنق واحد منهم بسهولة واحد من المجنين بقول له انت بتعمل هي عبيض الشوجن برد عليه بص كده الشوجن ما تكلمش اصلا ومحدش من الحراس يتحرك يبقى الواضح كده ان المكان ده هيكون مجزرة حرفيا وبيبدأوا يعجنه بعض ده يغفل ده وده يرمي بالحجارة معجنة حرفيا يا صاحبي وفي شوية اطفال بيزغزغوا العملاق وفي سابع نوم اصلا الشوجن هيموت من الحماس ايوه كده بان فاطرة ما شوفناش دم يا سلام عليك يا اخي وصاحبنا اصلا مش هامه ويعد مكانه بدون اي حركة فجأ الشوجن بقول له المساعد صحيح من المرشحين المميزين منهم وبيبدأ بواحد ماسك المجرمين وعمال يلعب بيهم بيسبول حرفيا واسمه تميا الملقب بسيف التنين والمرشح الثاني شوبي الملقب بملك اللصوص والمرشح الثالث كون الملقب بقاتل الاسود والمرشح الرابعة يزيره الملقبة بملكة الظل وكل واحد منهم اصلا قوي بشكل لا يوصف وعنده تاريخ اجرام ابن كاتب والمرشح الخمس معهم العجوز روبو الملقب بصلعون الصين والمرشح السادس ماكيا زعيم العصابات والمرشح السابعة اكينو اكلت لحوم البشر يا لهوي والمرشح التامي العملاق الاسطوري روكو واخيرا اقو واحد فيهم قابيمارو قاتل الشياطين بس المصيبة قابيمارو ده كان قاعد في مكانه بدون اي حركة حرفيا الشجن بقوله ده الوات ده خربان مش نافع ما بيعملش اي حاجة شكله ضعيف سجري بتتوتر من الوضع وده الطبيعي اصلا دي مدعك يا جماعة ايزن بقولها ايه شكلك خايفة كان المفروض تسيب الشغل ده للرجالة ومكانك مش هنا مكانك في المطخ وتعيش اميرة طباخة بيستهزي بيها يعني سجري بترد عليه كان نفسي والله بس للأسف ده مستحيل وده عشان سجري بنت جلات قاتل للبشر والقرية كانت بتتنمر عليها والاعدام هو اختصاص اصلا لعشيرة يامدة فجأ مدموع من المجرمين بيهجوم على سجري عشانها بنت وفاكرين انها ضعيفة جال بس المفاجئة سجري بتخلص عليهم بسولة ضربة واحدة بتقول له ايه رايك مش ناوي انت تروح المطبخ اسطورية فجأ جماعة مارو بيقول له الشوجن مش كفاية كده مش كفاية قتل في البشر المساعد بيرد عليه اخرص 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 ايوها الحشرة لو مش عاجبك خلاص ما تشاركش وهنعدمك دلوقتي وبقول له واحد من المجرمين اقتل جابي مارو وهتشارك في المهمة مكانه المجرم مسدق ومسك حجر بسرعة عشان يقتل جابي مارو بس بقول له بلاش بلاش احسلك بس المجرم مش بيسمع كلام وبيرم الحجر عليه ولكن جابي مارو بيتفادها بسهولة وبيقول له اهدى يا عم العبيط انت عايز تموت ولو اصريت كده هخلص عليك فده جابي مارو بيهجم عليه فعلا وبيقتل في لحظة واحدة وبيقطع فيهم ولك انهم شوية عصفية قمة الرعب يا صاحبي الشجن الترعب على الاخر المساعد بقول له هو ده جابي مارو الملقب بقاتل الشياطين جابي مارو بقول له ساجري ها ايه رايك يلا نبدأ المهمة ولا ايه ساجري مصدومة اخيرا لقيت اقوى محارب فيهم وكده المهمة هتبقى سهلة المساعد بقول لهم خلاص كفاية قتل لحد كده وبيحدد المرشحين الا هيروحوا للمهمة فبيقول لهم كل واحد منكم هيبقى معا جلاد من عشيرة يامدا وفعلا تاني يوم بيركبوا السفينة هو بينطلقوا لجزيرة الخلود وهتبدأ مغامرة لا توصف حرفيا يا صاحبي شايف يا صاحبي شايف بليتش لعبة بليتش يا صاحبي اخيرا نزلت وطبعا مين ما يعرفش فينا بليتش كلين انا حارفين بليتش يا صاحبي الموجودة عند الاوتاكوس وزي ما تشافت دلوقتي يا صاحبي تدع تحمل اللعبة على الموبايل بتاعك وتلعبها بص اللعبة جبارة كجيم بلي وحتى كقصة فع العموم يا صاحبي هتعجبك وسدقني هتعجبك وهتشكرني عليها فهتلاقي ان كان يا صاحبي موجود في اول كومنت فاستمتع وباس يا صاحبي ده كان الجزء الاول من الالم الاسطوري ده وللي بقى هل عايزين نكمل فيه ولا لا صراح الالم الاسطوري ورهيب وبينزل كل اسبوع يعني اسبوعيا ومتع بالهديه الاسطوريه لسيبتها لك وبس يلا نشوفكو على خير في الفيديوهات الجاية بيسا واتمان